السلامي مصطفى ماهيه اللي ممكن نكون بندور عليه واحنا بنختار جامعة خاصة او اي جامعة متى هتلاقي ان الاجابة دايما ان انت بتدور على معامل مجهزة بتدور على تدريب عملي مكسف للطالب في الكلية اي 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 بتدور على منح دراسية او خصومات على المصرفات الدراسية تمام بتدور على فاسيليتيز او ملاعب رياضية عمتا تسهيلات بتقدم للطالب تمام فلو جينا بصينا مع بعض تمام تمام عمتا هي جامعة السلام اه تمام جامعة السلام هي اول جامعة خاصة موجودة في وسط الدلتا تمام موجود فيها ست كليات كلية طب الفم والاسنان كلية العلاج الطبيعي كلية الصيدرة كلية الهندسة كلية الفنون التطبيقية كلية التمريد اللي بيميز جامعة السلام عن اي جامعة خاصة تانية انها مش مجرد بيزنس او مشروع موجود كده لا هو اللي بيميزها ان عندنا مجلس الامنة كله كان ليهم خبرات سابقة في المجال الاكاديمي كانوا رؤساء جامعات سابقين كانوا اسات ذا في كليات حكومية فاخدنا خبرتهم في الكليات الحكومية وفي خبرتهم في مجال رئاسة الجامعات وبنينا عليه جامعة السلام تمام بحيث يكون المستفيد من كل الخبرة دي هو الطالب تمام في كلية الاسنان عندنا المعامل كلها مجهزة باحدث التقنيات واحدث المعامل عندنا معمل دمي هيد معمل السيميوليتر ده بيكون معمل للمحاكاة وبيخلي الطالب يقدر يتضرب ويحاكي المريض الحقيقي تمام كلية العلاج الطبيعي نفس الكلام بنوفر احدث الاجهزة والمعامل بحيث نوفر تجربة تعلمية مميزة للطالب نفس الكلام في كلية الصيدلة ان شاء الله من السنة الجاية هيكون موجود معنا كلية الهندسة وكلية الفنون التطبيقية وكلية التمريد زي ما واضح قدامنا مجلس الأمنة بداية من دكتور محمد صاري رئيس مجلس الأمنة ودكتور طارق محمد ينائب رئيس مجلس الأمنة ودكتور عبد الفتاح صدقى رئيس الجامعة كل دول خبرة كبيرة جدا في مجال الجامعات الحكومية ورئاسة الجامعات وغيرهم دكتور عباس الحفناوي وغيره من باقي الأعضاء يعني مش هنذكرهم كلهم عشان الوقت فده اللي بيميز جامعة السلام جامعة السلام مش بس كده لو جينا بصينا مع بعض ان احنا قلنا تاني نقطة بنركز على ان احنا نوفر تجربة عملية للطلاب فالتجربة العملية للطلاب قدرنا ان احنا نوفرها مثلا في كلية الاسنان ان احنا عندنا عيادات تعليمية في مجال الاسنان الاسنان العيادات التعليمية بتشتغل على شكين شك اقتصادي وشك تعليمي في الشك الاقتصادي ان احنا عندنا بنوفر خدمات صحية لكل اهالي المدن والكرة المحيطة بالجامعة باسعار رمزية وبالتالي والجانب التعليمي ان الطالب بيقدر ان هو يتدرب ويطبق كل اللي تعلمه بشكل عملي على مرضى مش مجرد بس ان هو بيعمل سيميوليشن ومحاكاة العيادات طبعا مجهزة باحدث الاجهزة وباحدث الامكانيات بحيث يكون تجربة الطالب في كلية الطب الفم والاسنان هي تجربة تعليمية مميزة وزي ما واضح قدامنا كل دي صور من العيادات التعليمية العيادة طبعا مجهزة باحدث اليونتس واحدث الامكانيات واجهزة الاشعة زي ما واضح قدامنا مش بس كده كمان عندنا في كلية العلاج الطبيعي دي كلها برضو صور من العيادات التعليمية في أثناء تطبيق الطلبة في الساكاشن العملي عندنا ودي صور من اجهزة الاشعة والإكس راي نفس الكلام عندنا في كلية العلاج الطبيعي عشان اوفر تجربة برضو تعليمية مميزة والطالب يكون مجهز بشكل مكسف وفعال ومطبق عملي بشكل قاب حيث يقدر ينافس في سوق العمل فعندنا في كلية العلاج الطبيعي عندنا اكبر مركز متخصص في العلاج الطبيعي وده اكبر مركز للعلاج الطبيعي في وسط الدلتا بيجمع كل التخصصات العلمية في مجال العلاج الطبيعي وحتى التخصصات الندرة زي تخصص الأطفال وأمراض العمود الفقري وغيره وزي ما واضح قدامنا فيه وحدات مختلفة وحدات علاج مائي وعلاج الحروق وغيرها من الوحدات جهاز الايزو كايناتك ده من أحدث الأجهزة في مجال العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب والرياضيين تمام؟ جهاز اللي تشوك ويف وده نفس الفكرة برضو ان احنا بنقدم فيه جانب اقتصادي لعلاج المرضى اللي موجودين عندنا في محيط الجامعة أو غيره من المدن عمتاً والجانب التعليمي اللي بيوفر عندي التدريب العملي للطلاب بحيث يكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل تمام؟ ودي صور عندي من وحدات ودي عندي جهاز الرانين أو وحدة الرانين المغناطيسي تمام؟ صور من الاستقبال ومن غرف الكشف والتشخيص تمام؟ ودي زي ما واضح قدامنا وحدة علاج الطبيعي للاطفال وحدة العلاج الطبيعي من التخصصات للاطفال بذات من التخصصات الندرة شوية انها تكون موجودة في المراكز الخارجية جامعة السلام قدرت انها توفر كل التخصصات متعة العلاج الطبيعي في مكان واحد بحيث يكون الطالب مؤهل ومدرب بشكل مكسف على كل التخصصات اللي موجودة في العلاج الطبيعي تمام؟ وزي ما واضح قدامنا دي وحدة العلاج المائي لعلاج ما بعد الحروق وده جهاز الايزوكايناتك الجهاز الايزوكايناتك من الأجهزة الندرة جدا في العلاج الطبيعي موجود منها اثنين أو ثلاثة بس في مصر جامعة السلام قدرت انها توفر الجهاز في الجامعة بحيث الطلبة تكون قدرت انها تحتك وتتعامل بالأجهزة اللي موجودة في سوق العمل سواء كان داخليا أو خارجيا بحيث لو حد في يوم حاب يكون سافر أو يدرس أو يشتغل برا دي وحدة العلاج المائي برضو موجودة في الجامعة تمام؟ بالنسبة للفاسيليتيز جامعة السلام بتوفر ملعب رياضية مختلفة للجامعة بحيث ان الجامعة تكون بتهتم جدا بالطلاب زي ما واضح قدامنا تمام؟ ملعب رياضية عبارة عن ملعب خماسي تمام؟ وملعب متعدد وملعب بدل وملعب سكواش لان مش بس ان انا كون باهتم بالجانب التعليمي فقط لا انا كمان باهتم بالجانب الرياضي واهتمامنا بالجانب الرياضي ظهر نتائجه ان في بطولة الجامعات اللي فاتت قدرت الجامعة انها تكون منافس قوي للجامعات المصرية سواء كانت حكومية او خاصة او اهلية وقدرنا ان احنا ده ملعب بدل تمام؟ وقدرنا ان احنا نحقق سبع مدليات مختلفة في بطولة الجامعات اللي فاتت تمام؟ اللي واضح قدامنا ده اول واحد قدام ده ده طالب عندنا مقايد في الفرقة الثالثة اسنان اسمه محمد ياسين محمد ياسين بطل العالم لثلاث سنين متتالية في سلاح سيف المبارزة تمام؟ الجامعة قدرت انها توفر له منحة كملة مية في المية معفى تماما من المصاريف تمام؟ دعما لي وقدرت انها تنسق موعيد بطولاته بحيث ما يتعارضش مع موعيد الامتحانات وتوفر له الدعم الكامل من فرص تدريب وفرص دعم ايا كان الدعم اللي بتقدمه الجامعة بحيث يقدر يحافظ على تفوق الرياضة مش بس محمد ياسين غيره من الطلاب بتوصل المنح الرياضية اللي بتتقدم للطلاب ومية في المية تتروح بقى الخمسين حسب التفوق اللي الطالب بيحققه سواء كان افريقي او عربي او عالمي تمام؟ مش بس منح رياضية يعنيها مش بس منح رياضية اللي بتتقدم للطلبة تمام؟ جامعة السلام عماتة بتدعم الطلاب المتفوقين كل سنة يعني الجامعة بتقدم منح وخصومات دراسية على المصروفات بتوصل لي مية في المية بتتروح حسب شرائح المجموع والمنح اللي بنقدمها بتكون لكل انواع شهادات سواء كان سنوية عمى مصرية طلاب امريكان او طلاب اي جي اللي بيميز الخصومات او المنح الدراسية اللي الجامعة بتقدمها هي الجامعة بتقدم منحة مش مجرد ان انا هقدمها لك اول سنة وخلاص لا انا بقدم لك المنحة وبتكون ممتدة معاك طول سنين الدراسة الاشتراط الوحيد اللي عشان المنحة تستمر معاك هو ان الطالب يحقق جي بي اي سري او معدل تراكومي سري ودي بتكون نسبة مقبولة جدا ان الطالب يقدر يحققها تمام؟ حتى الطالب لو مقدرش يحققها لقدر الله في سنة من السنين انا مش برفع عنه المنحة نهائي بالعكس انا بنزله لشريحة منحة اقل بحيث افضل اقدم له الدعم او التفوق ان هو حقق الطالب تمام؟ ومش بس كده الجامعة دلوقتي بتقدم دسكاونت 10% للي هيملى الابليكيشن معنا في البوز بتاعنا احنا موجودين في بوز 5 تقدر تقدم الابليكيشن فور فري ويتاخد دسكاونت 10% العشرة في المية دول مكملين معاك طول سنين الدراسة حتى لو جامعة طبقت اي دسكاونت بعد كده هيكون الدسكاونت ده بيتضاف على الدسكاونت اللي انت اخدته معنا اي تفاصيل او استفسرات عند اي حد فيكو؟ تمام اعاماً الكيو ار كود ده الفيسبوك بيتج بتاعت الجامعة تقدر تعمل سكان ليها وتقدر ان انت تستفسر عن اي حاجة حابب تعرفها عن الجامعة تمام؟ وانا موجود لو حد حابب يستفسر عن اي حاجة تمام شكراً شكراً شكراً